مرحبا بورتي الثور هذا قراءتك العاطفية بشكل عام النظرة العامة لقراءتك يا بورتي الثور قراءتك خفيفة الطاقة خفيفة سهلة الأمور ليست معقتة إلى درجة كبيرة لأن هذا الشخص لا أراه مهما هو كان حاليا مهما كانت مكانته هذا الشخص لا يحاول أن يوقف العلاقة أو يدخل بينك وبين الشريك هو مجرد قاعد يحاول أن يخلي شريكك عقلاني أكثر متزن أكثر يستخدم عقله أكثر من مشاعره فقط يعني أنت عندك فارس الأقصان فارس جدا مندفع طاقة طاقة نارية عندك كرت العالم انتهاء جميل وأيضا بداية أجمل لمرحلة وفصل قادم في حياتك وعندك كرت القوة أرا أنك حاليا احتمال أنك انتهيت من شيء مهم في حياتك كأنما ختمت فصل معين ممكن يكون أنك تخرجت ممكن يكون أنك توظفت ممكن يكون أنك أنهيت سن معين بس في شرط مهم الأهل وضعوه عليك أو حتى ممكن يكون عقد أنت وقعت عقد مع الشركة مع شخص انتهى عندك هذا العقد فأنت حاليا كأنما متخرج أو منتهي من هذا الفصل عندك وجدا مرتاح عندك طاقة الاحتفال طاقة اللي أنهيت المشروع الأول بنجاح احتمال أنك أنهيت زواج احتمال أنك أنهيت دراسة ولكن أرى أن هذا الأمر كان مثل اللي مفروض عليك مثل إذا وقعت عقد في بنت كان مخليك لا تستطيع أن تكون مع الشريك اللي في بالك أو مخليك بعيد عنه انتهت هاي المرحلة أو على وشك أن تنتهي فتفاء العزيزي كرت برج العالم من أجمل الكروت حق الطاقة الجديدة البدايات الجديدة لأن بعدها أنت تتحول طاقتك إلى فارس الأقصان الطاقة النارية أنت أسرع فارس موجود أنت جدا منطلق ومنطلق بشغف نحو بداية جديدة في حياتك احتمال نحو حب جديد أو حب رح يتجدد مع شريك عندك حالي أو سابق أنتو اثنينكم رح تدشون في فصل جديد والظروف مثل ما قلت لك شي مخصوب عليك الظروف أو المحيط هالمرة رح يكون معاكم مو ضدكم هذا شي جدا جميل وعندك كرت القوة سبب وجود هذا الكرت احتمال هو اندفاعك يا برج الأسد احتمال يحذرك أن لا تندفع بقوة حتى وإن كنت مندفع حاول شوية أن تكون عندك نوع من التعقل نوع من كرت برج الأسد هو كرت برج الأسد أو القوة دائما يتكلم عن الإنسان اللي قاعد يروض الأسد فأنت داخلك أسد وأسد عندنا وأيضا أسد عندك شغف جديد عندك انطلاقة كبيرة كأنما أنت سيارة سريعة مقادرين يواكفونك لشخص معين لحياة جديدة مع هاي الشخص وهي من حقك لأن تبيننا مرحلة إن شاء الله راح تكون جدا جميلة ولكن مطلوب منك فقط أن شوي أنت تروض تسيطر على الشغف اللي داخلك بخصوص هذا الشخص أنه شوي تخلي الأمور تاخذ وقتها كل مرحلة المفروض لها جمالها في مرحلة للتعارف في مرحلة للارتباط في مرحلة للإنجاب فهي وجود الأسد في ثلاث كرتات عندك يخبرني أن روض نفسك عندما تسيطر على نفسك الداخلية رغباتك حتى وإن كنت مثلا الآن أنت مستعد أن ترتبط بهذا الشخص تتزوجه ولكن محتاج منك أن أنت شوي تتزن في رغباتك تحط النقط على الحروف في أمور مع هذا الشخص محتاج أن تحط النقط على الحروف معاه فيها يكون اتفاق قبل أن يحدث الارتباط عشان ما ترجع في نفس الدوامة كرت العالم هو أيضا عبارة عن مثل الدائرة أهم شيء عندك في هاي المرحلة مثل ما قلت لك أنت سيطر على رغباتك يعني مو أنت نهيها لك حق في هاي الرغبات ولكن فقط سرعتها قوة اندفاعها شوي سيطر عليها خصوصا لما يكون عندك شريك ما أخذ طاقة ملك السيوف الملك المتعقل وأيضا أرى أن شريكك هذا مجرد واجهة إليك هو مندفع أكثر منك هو لديه شغف فيك أكثر منك احتمال ولكن لا يظهر الأمر لأنه من قاعد يظهر الأمر إليك فقاعد كأنه ما يثبت العلاقة العلاقة قاعدة تصير مثبتة لما يكون فيه شخصين مندفعين رح يكون فيه تصادم طال الوقت أو قصر رح يكون فيه تصادم في المنتصف بينك وبينها فهذا الشريك ما أخذ طاقة ملك السيوف ما أخذ طاقة فارس احتمال أيضا أنه بينكم فرق سن أو احتمال أنك رح تلتقي بشخص أكبر منك أنت أكبر منه ولكن أرى أنه بالعادة هو أكبر منك شخص لا تجارب في الحياة وصل إلى مكانة جدا مميزة شخص رسمي ودبلوماسي عندك كاريزما من داخله هو مثل الطفل الصغير جدا سعيد باهتمامك ورغبتك فيه ولكن في نفس الوقت يحاول أن يتعقل لأنه عنده طاقة ستة الأكواب طاقة هذه بشكل عام ممتازة ولكن في هاي القراءة توحي لي أنه عنده دائما نمط نمط يعني تكرار تصرفات معينة تؤدي إلى نفس المطاف يعني كل مرة مثلا نفرض كل مرة يقع في الحب يتصرف بطريقة معينة تؤدي إلى انتهاء العلاقة أو خسارة الشريك فهو حاليا يحاول أن يعيد برمجة نفسه وأيضا أتمنى أن أنت تكون عامل مساعد إليه لأن هاي النمط حتى وإن كان عاجبك وراضي فيه حاليا على المدى الطويل رح تحس أن هذا الشخص يتحكم فيك هو حاليا يحاول أن يتحكم في نفسه من أجل أن لا يتحكم فيك عنده كرت الساحر كرت الساحر أيضا كرت جدا إيجابي ولكن كل كرت له جانب إيجابي وجانب سلبي فاحتمال أنه كان من النوع اللي جدا شغوف مثلك جدا شغوف ولكن في بعض المواقف يحاول يتحكم في الطرف الآخر يحاول أن يكون المسيطر يحاول أن يكون الكلف اللي كل في حياتك هذا الشخص مو بس عندنا ماض عندما يدخل حياة الحبيب يدخل في كل تفاصيله يضع أنفه في كل شيء حتى في علاقاتك الخاصة بأهلك وإن طاقة الأهل حاضرة عندك أيضا احتمال أنك التقيت فيه من قبل ولكن لم تحدث موافقة على الزواج وهو أيضا أخذ الوقت أن يراجع نفسه في أمور معينا لازم يعمل عليها بخصوص نفسه دائما يقع في نفس النمط ودائما النمط هذا يكلف أن يخسر العلاقات اللي من حوله ولكن الخبر الجيد أنه حاليا لديه طاقة ملك السيوف وحتى إن كانت مجرد واجهة هذا الشخص يحاول أن فعلا مع أنه ناضج في السن ومستقر يحاول أن يحدث تغيير كبير في حياته لأن الماضي بالنسبة لك كان قاعد يتكرر لفترة طويلة احتمال أنه لديه تاريخ حافل بالعلاقات التي فشلت فمن أجل هذا مطلوب جدا أن يغير نمطه فهو قبل يحاول أن حتى قبل من أجل ذلك يقول لك خفف أنت اندفاعك عشان لما توصل في الوسط لهذا الشريك تلتقون في نقطة في الوسط تكون أنت متزن وهو أيضا تغير مطلوب منك الاتزان مطلوب منك التغير الشخص اللي في الوسط ممكن يكون أي شخص شريك سابق لك شريك سابق له ولكن الطاقة العامة توحيلي إن هذا الشخص عندنا ثمان خماسيات عندنا كرت تيمبرانس لاعتدال وعندنا كرت ثمانية الأكواب رقم ثمانية بالنسبة لدائما يعني الإنسجام دائما يعني التآلف هذا لا أرى أن شخص يحاول أن يفرقكم ممكن يكون أيضا شخص من أهلك مو قاعد يحاول يفرقكم أو يؤخر علاقتكم أو يؤثر سلبا على العلاقة حتى وإن كان شريك سابق هذه أبدا ليست نيتة هذا الإنسان نيتة طيبة قاعد يحاول أن يساعد هذا الشخص كأنه علاج نفسي يمر معاه فيه يحاول يساعد هالشخص ينظر إلى علاقاته السابقة فيما أخطأ في السابق عندنا ثمانية الأكواب كارت الرحيل الندم الخسارة في الماضي قاعد يحاول يخليه شوف في وين أخطأ هو في السابق ويعمل على نفسه يعمل يغير من الجوانب اللي فعلا محتاج أن يغير نفسه فيها حتى وإن كانت صعب لأن التغيير يكون أصعب لما أنت تنضج في السن تكبر لكن يحاول عند كارت التمبرانس قاعد يحاول كأنما يقول له حتى وإن وقع اختيارك على برج الثور وانت مقتنع فيه وانت تحبه مش معنات أنه الآن وقت الارطباط أو وقت الخطوات الكبيرة الأولوية لك يا شريك برج الثور أن تعالج نفسك لأن نفسك هي اللي سببت خسارتك للأشخاص اللي في السابق ورح أيضا تسبب خسارتك لبرج الثور إذا استمر الوضع على ما هو عليه أنت لازم تشتغل على نفسك فيه جوانب هذا الشخص جدا إيجابية احتمال أنه جدا كريم أرأنا شخص كريم محب معطاء لما يكون في حياتك يكون فعلا موجود وشخص جدا وفي السيف لا ينافق حتى وان وترك أو ضغط عليك ولكن لا ينافقك ولكن احتمال لأنه هو يستعمل الكثير من الحب في بعض الأحيان الكثير من الاهتمام الكثير من التدخل ينتهي به المطاف إلى أن مثل اللي كأنه قاعد يخنق يخنق الشريك سواء أنت أو اللي قبلك وهو جدا هذا إنسان مركز على أن يساعده ممكن يكون حتى صديق أب أخ قاعد ينصح يريه أخطاءه وقل له أنت لازم أول تعمل على نفسك لأن هذا الشخص كأنك أنت يا برج الثور قاعد يقول لعنك هذا الشخص لن يتحمل هذا النوع من التصرفات احتمال لأنه أنت صبرك قليل مش برج الثور صبره قليل لا أنت رح يكون صبرك قليل على هذا النوع من التصرفات هذا النمط اللي موجود عند هذا الشخص فهذا قاعد يحذره وقاعد يحاول يساعده أنه يتغير فهذا الشخص سأشوف أنه نيته جدا طيبة وإن كان كلامه سيؤخر الارتباط بينكم سيؤخر العلاقة ولكنه تغيير لابد منه أساسي أتمنى أنك تتفق معاي كأنه ما قاعد يقول لأيضا الأفضل أن تتأخر حاليا وتعمل على نفسك تضبط وضعك أفضل من أنك تنطلق نحوه وهو ينطلق نحوك وبعدين تخسر لأنه أنت ما علش نفسك احتمال أيضا يطالبه بالاعتدال يمكن راح يكون في تخوف من هذا الطرف لأن أنت شوي ألاحظ أن محيطك يختلف عن محيطه تعود على أشياء هاي الشخص لم يتعود عليها يمكن أنت مدلل أكثر من العادة يمكن أنت وحيد أهلك يمكن أنت إما الذكر الوحيد أو البنت الوحيدة في المنزل ولكن ألاحظ أن يعني طاقتك صغيرة وجدا دلوعة هذا الشخص أقضى جدا جدا فقعد يحاول أن يوصل يفهم طاقتك أنت عشان يقدر يتعامل معك أنا شخص جدا جاد ومتعلم أن يكون عصامي كملك السيوب صعب أن يرتبط بشخص بتعود أن دائما يحصل على مرادة فارس الأخصان ما حد عنده كريزمة كريزمة الجميع حبه ما حد يقدر يقول لا فكأنك أنت راح لو سمعت منها لا لو تشفت منها الطاقة الاعتيادية الطاقة السيوب راح تقول لك ردة تفعل شوي قوية فمن أجل هذا هذا الشخص قاعد يحاول يسوي وساطة وإن شاء الله تكون وساطة خير بينكم يا برج الثور راح أسحب لك برت واحد تبع إذا الورع راح يكون في مفاجأة المفاجأة في المستقبل أسستنس كنترول بالضبط شنو قلت لك هذا الشخص يحاول يسوي The Horse King ملك الخيل أو ملك الحصان دائما هو يعني الملك اللي يأتي على حصانه لمساعدة الآخرين أسستنس المساعدة الكنترول التحكم بالضبط اختصار لجميع ما قلت لك احتمال أيضا أرى في هاي الصورة أن هذا الشخص راح يأتي مندفع باتجاهك مثل اندفاعك ولكن هذا الشخص راح في آخر لحظة راح يوقفه حتى وإن لم تكن تتوقع حتى وإن كنت حاليا متوقع من الشركة الارتباط أو الزواج راح يكون فيه توقف تام لجميع العمليات والإجراءات بينك وبين الشريك حتى إشعار آخر بسبب تدخل ولكن تدخل إيجابي تدخل بطيبنية من هذا الشخص احتمال يكون أب صديق يعني نفس الجنس صح راح يقول له حان الوقت أن أول تضبط وضعك تفهم من هو هذا الشخص تحلله كما يحل الملك السيوف تفهم طبيعة هذا الشخص اللي هو برج الثور تفهم أطباعة الحياة اللي متعود عليها عشان بعدين تدخل في حياتك كأنما يعطيه الضوء الأحمر يقول له هني ستوف حال الوقت لإعادة التقييم ومن ثم التغيير ومن ثم التوجه نحو من تشاء أتمنى أن القراءة نالت إعجابكم مثل ما نالت إعجابي طاقتكم جدا جميلة برج الثور